أهلا بكم مجدداً مشاهدين أهلا بكم في ظلال الأصل لهذا اليوم التنوع الثقافي وتنوع الثدان بمختلف إثنياته في حلقة اليوم من ظلال الأصل يسرني جداً أن يكون ضيفي اليوم الدكتور والناقضة اليسع حسن أحمد الأستاذ الجامعي مرحباً بك أستاذ اليسع حبابك ألف مرحب بيكن مرحب بكل مشاهدي ومستمعي غنات الشروب مرحب بي أستاذ اليسع يمكن الحديث عن الفنون بمختلف ضروبها المختلفة كانت ولا زالت هي تعبر أكثر عن التنوع الثقافي والإثني في السودان لكنها ما زالت حتى الآن تفتقد للتخطيط المتميز السؤال شوي معقد ومشاعب وساهل لكن نحن من منذ الاستقلال أو ما قبل الاستقلال من تكوين الدولة السودانية في الربع الأول من القرن العشرين بصفاته يعني في تاريخين أصلا فارغات جدة في تاريخ السودان 1916 و2005 للتحولات في السودان ما تكون عندنا مشروع وطني المشروع وطني في كل دول العالم في التجربة الأمريكية من عصر النهط في التجربة الأمريكية التجربة المصرية التجربة الشامية حتى بيكون فيه مشروع وطني بتأطر له الفنون الفنون هي الماعون الأول اللي صنعت الصورة الزهنية للشعوب إنا تقدم نحن منه وقدرين نقول شنو للناس للآخرين للأسف نحن ما خلينا لاجتهادة أفراد وكله زوله يشوت في كورته بطريقته براه ما عندنا مشروع يحدد لنا نقول شنو ومتين وكيف للأسف حتى على مستوى مؤسسات الإعلام على مستوى القطاعات الثقافية على كل الحياة ما بتخضى للمؤسسية تخضى على جهود أفراد حتى النجاح بينقوم بينحيلوا ليه فرد رئيس الوزراء عمل المعتمد عمل وزير الثقافة عمل عميدة كلية عمل لا كم نقول المؤسسة عملت لأن أصلا ما عندنا مؤسسات يتكون وما عندنا مؤسسات بيتخطط نعم طيب يعني التنوع أحيانا يقولون أنه عنصر قوة لما نحسن أن نديره ولكن في سودان التنوع بالنسبة نعمة ما بيعرف ذول إلا يعرف فن إدارة التنوع حق السودان وللأسف نحن مدلنا نبقى حيات مبكة طوالي بستمرار لكن حتى مؤسساتنا الثقافية الرسمية شقالة عربيات مطافي عربيات مطافي كيف يجد حتي في سودان بعد تتوتر حتى نمشي نجيب لينا منها نوع من الطرضية نوع من جبرى الخواطر نوع من الفلكلور نوع من التراث يعني عندنا ثقافة حق مركز مهيمنة ومتخيلين لنا هي الصح مع أنها هي متوهمة ما حقيقية لكن نفس أحن الحقيقي ما في ذول جايب له خبر الإنسان بيشوفه الحقيقي ما جايب له خبر نحن بينزيف البني آدم حنطلع في الإعلام ما شغالين بلزولة لقاعد في الواطر رسمي لقاعد في حواشته ولا لقاعد له في ضهر راحلة ولا لقاعد له في قطفر له في بيريش ولا لبيدق له في قبضة سعف ولا تفاصيل زي دي لكن محاولين محاولين لنا حاكي الدنيا ما محاولين لنا نقدم روحنا نحن لو اتحدنا لنا نقدم روحنا ها نتيش العالم لكن للأسف نحن دارين لنا حاكي لنا نبقى زيهن لوننا يبقى زيهن ديكورنا يبقى زيهن لبسنا يبقى زيهن وما حا نقدر ننافسهم لأني في الإمكانيات لا في التجربة لكن لو اشتغلنا بخاصيتنا نحن وبإدارة تونوعنا نحن حقيقي حا نتيش العالم يعني عندنا كم ثقافة كم إثنية كم اعتقاد كم شنود كلنا نحن ما شغالين بها محاولين نقحر ونكسر رقبة روحنا عشان عشان نقدم لنا نقول دي ثقافتنا السودانية ثقافات سودانية فنون سودانية لكن ما عندنا ثقافة مركزية ولا عندنا واطلا نحن ما نقدر نعمله ما نقدر نكسر رقبة الناس عشان نجيبه لحاجة أصلا صنعناها بطريقة ذاتة ما مخططة لها صاح ولا مكتوب لها صاح ودي المشكلة الحقيقية فن إدارة التنوع ده المفقود عندنا يعني البداية لابد أن تكون من الداخل ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخارج يعني في ظل هذا التنوع الكبير في السودان التنوع الإثنية والثقافي يعني كيف يمكن أن نذهب به إلى العالم يعني حتى الآن نواجه مشكلة في هذا التنوع فيه داخل وطننا مشكلة كبيرة جداً ومؤقتة يعني ذول مثلاً نموذج زي إبراهيم إسحاق عليه رحمة الله إبراهيم إسحاق لما نكتب داركتي في صحافة الخرطم رفضوا ليه وبعزوها يقول لها جماعة مفهومة لحد ما جانا من الخارج حتى ما داينا احتفي أصلاً لو قمنا احتفينا بأنبيانا ديال ورسولنا حق زي إبراهيم إسحاق مثلاً يعني كان لحد نوبل ممكن نبيدي يدنا لكن زامر الحي لا يطرب نحن عندنا الدونية حق الأجنبي دي لكن لو قدبنا روح نصاح للعالم يعني حنقول قولنا ليه والعالم حساً استنفد أغراضه ومنتظرنا منتظرنا نحن لحد يوم الليلة ما عندنا فكرة نقوش شنو للناس صورتنا الزهنية ذا لنا نقول بها شنو للناس نصنع لأمسكي إعلاناتنا أمسكي تفاصيل وجوهنا كل الحيات زي دي دين نقهرة عشان تشبه هالآخرين ونضيع روحنا نحن نعم للحد الأول ما قدمنا لهن ملمح سوداني حتى للأسف في طريقة الفنون اللي يمكن الغناشي ويقد لكن حتى مثلاً في صناعة الإعلانات في الدراما في صناعة النشرة في شنو في شنو بنقوم بنقدم لنا حي دا تبقى مصخي مشوه للآخرين تشبهن لكن حقتنا السودانية قعدتنا السودانية في الوطط وربعتنا وشلوخنا مسايرنا وطرحتنا وهنا دي ما قعدين نقدمها أو بنخجل منها أو كأنه العالم ما دائرة العالم جعان عشان نشوف له حاجة يعني يعني زهج من السائد دا زهج منه لو تلقى ناس قعدوا في الوطط وخططوا وهمهموا على البلد دي صدقيني وسيد المشاهد الكريم أنه نحن هنقول للعالم نحن منه لكن للأسف لسه ما في مشاريع إلا باتهدات فردية طيب في رؤية مصغرة كيف يمكن أن نرتقي بهذه يعني بنشر فلون السودان أو كل ثقافاته وتراثه عالميا في حاجتين أساسيات نحن توطننا برضو نحن أو الناس اللي بيقودوا الفئلة الصغافية متظرين الحكومة تعمل لهم للأسف نحن دولة ما عندنا يمكن من زمن طويل جدا الدولة بيقى كمؤسسات ما في حاجة يسمعها دولة لأنه ما في مشروع أصلا وطني زي ما قلت في البداية مواحد إنه نتخلص المجتمع يقوم بيدوره منظمات المجتمع المدني المجتمع نفسه الأحزاب السياسية الرأسي مالية الوطنية إنه يقوم بيدوره في صناعة مواطن سوداني بعد ذلك ممكن لو تعشمنا تلقى الدولة تخطط هذا المفترض يكون لأنه كل الفنون في العالم في هوليود في بوليود في المدينة اللي تاجي هنا في مصر في الشام الدولية كلها مربوطة بالاستراتيجية العليا للدولة يعني نقول شنو ما نقول شنو ما في مسلسل ولا فيلم أمريكي فهو أمريكي بيتهزم منذ حرب فيه يتنام شخصية رامبو لحد حصله مسيطر عنده الأمريكي هو فكرة من الحق عز وجل فكرة من الله يعني عنده إنه لا يهزم ولا يفنى وقادر على كل شي نحن لحد يوم الليلة ما عندنا مشروع إنه السوداني دمنه ولا المرأة السودانية همنه يا دو بدت بعض الإشارات الممكن تكون بداية حلم للمسألة دي إنه نحن نتخلص منها يمنتل دعم الحكومة ونفتش لنا للدولة اللي جتهت كلنا نستعلينا للدولة هل بيتأسس لنا مشاريعنا هل بيتوحدنا في مشروع كله زول يقوله لكنه فقه استراتيجيه علي للدولة ودل ما متوفرة حسنا كله زول شايت بيطريقته براه طيب كيف يمكن أن تتوفر هذي الاستراتيجيه تتكون مؤسسات تتكون مؤسسات نحن للأسف شغالين في صناعة المكان منذ زمن طويل جدا يعني دارنا عمل لنا شارع زلط كويس دارنا عمل لنا حيطة كويسة دارنا عمل لنا ديكور كويس دارنا عمل لنا ستاير سراميك دارنا عمل لنا شكل كويس لكن بني آدم كويس دي ما فكرنا فيها يتبني بيطر طريقة محتاجين لثورة حقيقية في الفقه ثورة حقيقية في المفاهيم في الوعي في تسوير الثورة نفسها إنه عشان نقول على الأقل يتبني بني آدم يكون يفكر بالتفكير حق التراب حق البلد دي كلها كويس لكن للأسف نحن بنصنع في المكان لكن الإنسان اللي بيصنع المكان ما عملناه حتى مثلا المعلوماتية مثلا الشغل في المعلوماتية فيه خبير قبلي أكتر من عشر سنوات قليلي الصرف على المعلوماتيه في الهندي وسودان زي بعض والهندي حسي مصنع في أكبر دولة في العالم ناحية المعلوماتية ونحن لحد دي حسي على الكمبيوتر بنلعب له وكشتينة الواتصاب بالرسل لي ورسائل نصليل لكن نوظف الحاجات نحن بقينا ركفي ركاب لكن نشغلها لنوظفها لروحنا اللي ما عملناها كويس ومحتاجين لتركيبة زي دي إنه ننشي التفكيرنا دا يصب في خانة إنه نقدس التراب دا كيف نبني الوطن دي كيف نبني البني آدم كيف نصنع البني آدم دا أشواقه أحلامه نصنع له كيف نحن حسي ما شغالين بل بني آدم لو اجتهدنا والله دار لينا رقيف والله دار لينا كهربة مستقرة والله دار لينا شنو لكن بني آدم حقيقي اللي بيوفر الكهربة والبيوفر الهندي دا ما شغالين بيقول حتى تعليمنا بيقى حشو تعليمنا دار لينا زول يخش لنا الهندسة والطيب تعليمنا دار لينا زول يزعوه في الأوائل نحن محتاجين إعادة صياغة من جديد من ناحية المناهج التعليمية حتى نعيد بناء الإنسان مناهجنا التعليمية حاسي أنا قبل فترة سميت فجيعة الشهادة السودانية يعني فجيعة حق وحقيقة منه في المدارس العلمنا احترام الوقت العلمنا الأمانة العلمنا إنه تكون إنسان فاعل وحقيقي نحن لو لقيت لك فرصة في البلد بتنهبه لو بقيت بقيت بعيد من النهب ده تنبز لكن إنسان حقيقي عشان يبني دي محتاجة لي مشروع وطني ثقافي توعوي ضخمة جدا ودار ليه وتراكم من الوقت وتراكم من التجارب وتراكم من السنين نحن دارينا الحاجة الليلة تتعامل حتى النخلة اللي ما دارينا زرعة ما دارينا نصبر عليها منه فسيلة عندما تنبز بجيبنا نخلة عجوزنا زرعة بعشوية تشيخ وتشيخ في الشوارع تبقى مصخي مشوهة للنخل يعني داري الحاجة تنبز الليلة دي تصلح لكن حاجة نربيها منه صغيرة نبنيها ما عندنا وهذه مشكلة يعني داري لها رحق زهني خلاق من المثقفين من المفكرين من الأبودباء نحن لحد حاصل منتظرنا السياسية يقول لنا يعني أنت بتكون خبير في مجالك منتظر السياسية يوجيهك ننتظره لحد دمتين صبعا مطاحنا الشغالين في هذه طيب يمكن أستاذ يسعى أو دكتور اليسعى يعني الحديث عن التنوع الثقافي له مطلوبات كبيرة جدا يعني وتحدي كبير بالنسبة لنا في السودان برأيك ما هي مطلوبات هذا أولا يعني هذا التحدي الكبير الذي يقود السودان للمضي قدما للأمام يعني خاصة يعني الابتعاد عن الدور السياسي أو الاتكال على السياسيين في تنمية البلد والله يتخليه المسألة دار ليها دار ليها كلام كتير وشغل كتير لكن يتخليه أول خطوة نجتهد فيها نعمل تفكيك العقل السائد ده نسميه ما نسميه العقل الرعوي العقل المتخلف العقل المتحجر المتكلس الشنودة سميه ما نسميه لكن أنا بسميه ممكن التفكير السائد تفكير القطيع ده نقوم نسميه المحاكدة قويس إنه لازم نشبلينا حاجة ونقوم نحاكيها حس ده شوارعنا كلها لو لاحصنا حس جايدة الغناء هنا اللي جيت كلها معظم الحتات للزلابي واللبن المجنن لأنه فكرة نجحت بده يكرر انستنسخوا فيها تفكيرنا حاج وعينا ده من خطبة الجمعة كويس؟ من الوعز من الهتافات من الهنادة لو ما فككناها وفتشنا لنمط مغاير حقيق وحر ما بنقدر نمشي ليه قدامه ننتظر يعني ننتظر ده هنا متخلف وده هنا متخلف لما فككنا عقلنا ده المسرة تبقى تبقى صعبة نحتاجين نحتاجين نحنا أنا ما دار أقول لنسيف السائد ده ولا أكسره ولا أتخطاهه لكن نشوف لينا منافذ ننفذ بيها لأنه نفتش في وعينا الحقيقي قاعد وين؟ السوداني الحقيقي قاعد في الواطن قاعد وين؟ اللي عنده علاقة بالواطن عنده علاقة بالحراز بالهجليج بالنخلة بي شونو ذا نفذت شوين؟ لكن للأسف نحنا الناس بنلعب على القشور لحد يوم الليلة يعني أي زول الدعاء الثقافي بشوف له كوتشناتها وعيات منصة أكدية يقولها للناس يعني هي مشكلة مشكلة حقيقية طيب يعني دكتور السودان الآن يعني بحاجة إلى حركة ثقافية وإبداعية مختلفة لتنهب به يعني مع حساسية المرحلة كيف تراها؟ ما نكون مش شائمين نحن لحد حسي بها تصهر بعد الشراقات بعد يعني عندنا على مستوى الرواية مثلا بقت عندنا روائيين على بدا ينفذ يأخذوا جوائز عالمية أولادنا البشاركو بيأخذوا جوائز عالمية لكن للأسف كلها مجهودات فردية يعني الفرد وحده هو اللي بيشتغل وبيتهد ويمشي يحفر وبيقاليه منفذ ما غايت وصبر عليه وطلع لكن كمؤسسة محتاجين لفكرة يعني الغد نحن لحد حسا ما بدينا التفاؤل الكبير إنه بكرة ممكننا القروحنا في يوم بكرة ده خاصة الحراكة الأنيف التجازب الأنيف الحاصل لنا ده الغرب اللي دي لازم تظهر لها دهب مجمر كويس؟ يعني من الحريق ده بيصهر لينا دهب حقيقي في المسألة دي ولانا يؤسمر روح الله يعني أصلا السودان ده بي عنده أوتاد حارساه وغايته ما عارف جنسها شنو لكن كان راح من زمان لكن يعني أملنا الكبير جدا إنه بكرة عندنا إشراقات كبيرة جدا بدت تصهر بغض النظر عن الركامة الحاصلة الإحباط الحاصل نزيفة الهجرة الحاصلة أي زول دار يبيع بيته يهاجر أي زول دار يمشي أي زول دار يسخط على البلد أي زول دار ينبز في إشراقات يعني لو اجتهدنا شوية كده بنقول للعالم نحن منه بنقدم روحنا للعالم والعالم منتظرنا حقيقة حتى أولادنا قاعدين يمشوا برة قاعدين ينجحوا دكتور يمكن يعني السودان يعني شهد الفترة الفاتية الفاتت يعني ثورات مختلفة يعني على عقود مختلفة من السنوات الآن ثورة الشباب يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذه الطاقات المختلفة؟ الثورة دي قامت بيانت ليها حاجة غريبة جداً إنه الأولادنا قاعدين نشاكل فيه وننبسون ذنبه جاوزيننا بكتير جداً كتير وللأسف لحد يوم الليلة زعماء أحزاب ونسل قاعدين لنا المسيرة كلهم فوق السبعين ديل مفترض يمشوا يقعدوا هناك في رشلون ديوان كبير وجبلون قهوتنا جبرتهم وخرطوش كبيرة رشبوا الحيطة ويقولوا الأولاد ديل يدون النصائح حقتهم خلوا الأولاد ديل يستلمز من أمرنا يغلطوا يصلحوا يقعوا يقوموا لكن في النهاية بتلقفون الزولة الكويس يعني الحماس حقهم دي اللي حدا حسا للأسف ما تخطى في السكة الحقيقية الحقيقية حقته لكن ظهر جيل منهم حطموا كل المعلومات اللي كانت موجودة حولهم أولاد ما عندهم ما عندهم فايدة ما تنفيشين شعرهم بنطلولون الناص ده كله طلع معظم أكذوبة زي فساكت كان الناس بيقولوا عشان يتحاجبوا بيها للفشل العايم وهنا الخطون بيقين أن يفكر تفكير مغاير تاني حتى الناس التغليديين بيقى يفكروا بل غنال بيفكروا بها الشباب حتى الشعارات الهنا والهناك حتى الشعارات عند الناس التغليديين وعند الناس الثورة ديل بيقى يحاكوا بها ديل بيقى يسلفوا منهم شعارات يسلفوا منهم أقوال يسلفوا منهم طرايق شغل طرايق مظاهرات طرايق لاحظوا الحاجات دي كلها معنى لو لدي النجحوا نفزوا المسألة التغيير ما بيتم بين يوم وليلة وتغيير المجتمعات ما بيتم في سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة نحن عندنا شبكة من المعايير السايدة لها سنوات طويلة جدا حتى بيقى عندنا مسلمات واحتبرناها مسلمات وتوهمنا إنها هي مسلمات لو ما فككناها ولو ما صبرنا على تفكيك هذا رويس بمعايير محددة وبخيطوات محسوب بعلمية رصينة جدا ما بنمشي ليه قدام كويس بغد النظر عن الإحباط السايدون وجامعاتنا كلها تطلع من التصنيف العالمي الشهادة السودانية كلها بيقى عبارة عن احتفال زايف كذاب ما عندنا صحة ما عندنا تعليم عام ما عندنا سكة حديد ما عندنا خطوط بحرية ما عندنا خطوط جوية ده كله بيخذنا سأل السؤال الكبير إنه نحن وين نحن سودان ده وين يعني فجأة صحينا لقينا ما عندنا أي شيء لسان ساكد خطوط جوية الدولة الوحيدة في أفريقيا ولتعني دولة في أفريقيا ما عندنا خطوط جوية ما عندنا خطوط بحرية ما عندنا سكة حديد يعني تفاصيل غريبة جدا ومحبطة جدا لكن معادة كله إنه ما دام يتفجر سؤال السؤال ده يوم من الأنبيل قالوا إجابة وما شايفه بعيدانا نعم وما زلنا نعيش على الذكريات بس دائرة أمل ودائرة صبر وأن نتحمل بعض دكتور يمكن الحديث دايما أن المجتمع السوداني تحديدا ميال إلى النقدة أكثر من العمل واضح واضح واحد قال لي بيكون الحيطة حق بيتك وقعت قعدة أربع شهور ما بنيتا جيت بنيتا الليلة بيجوا أخوانك ينفضلوا لك فيها والله المدما قدم هنا هي الطوبة دي ما مخطوطة صاح كانت تجيب طوبة أحمر مونة حرة بدل تجيب لك طين بعد ما تبنيها ودت ربينا عليه وده من قبل كلمة الإنسان المفترض يبني نحن تربينا على مجموعة من الحياة السالبة في الحياة الزي دي والسلبية دي دي تربية عندنا طويلة جدا يا ريت نقدر نجاوزها نقدر نجاوز في البيدي نعم إذن كلمة أخيرة لك قبل أن نختم هذا الحوار كلمة أخيرة أقول للشباب دي خدوا الكورة واطة خدوا الكورة واطة ونصبروا عليه بعض نصبروا عليه بعض بنعبر بغدر نظر عن الإحباط استيساد الإحباط ده تفائلوا خيراً إنه بلدنا دي بخيرة لحد يوم الليلة وخيرة كثير والشمس دي بكرة بتشرق إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكراً لك دكتور اليسع حسن أحمد الناقض والأستاذ الجامعي شكراً جزيلاً لك وتضيف عزيز علينا في ظلال الأصيل اليوم إذا